يظل ملف الرعاية الإسكانية الحاضر الأبرز والأولوية القصوى عند كل مشهد سياسي لارتباطها المباشر بحياة المواطنين واستقرار أسرهم وحقهم في الحصول على مسكن مناسب اللجنة الإسكانية في مجلس الأمة شمرت عن سواعد نوابها منذ الاجتماع الأول لها في دور الإنعقاد الحالي ما أثمر دعما مباشرا للجهات الحكومية المعنية في إزالة عوائق كانت تحول دون مباشرة المؤسسة العامة للرعاية السكانية العمل في مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله وأصبح من المتوقع إزالة كل المعوقات خلال فترة لا تزيد عن منتصف السنة الحالية ليبدأ العمل بعدها في المشروع الذي سيخدم ما لا يقل عن 30 ألف طلب إسكاني خلال مرحلة الخمس سنوات المقبلة هذه الجهود الحثيثة وكبها بحث في ملفات عدة تعنى بسد ثغارات ومعالجة مثالب في سلم هذه الرعاية للمواطنين ما أسفر عن تقديم عدد من مقترحة القوانين والتي بلغ عددها ما يقارب من 18 مقترحا ركزت على جوانب مختلفة مما يعانيه المواطنون من مشاكل ومعاناة ومنهم أولئك الذين تقل مساحة مساكنهم عن 400 متر مربع ما استدعى دعمهم بقرض يمكنهم من توسعة أو ترميم مساكنهم وهو ما اقترحه النائبان الدكتور محمد لحويلة وفرز الديحاني بإلزام بنك الاعتمان منحهم قروضا بواقع 130 دينارا عن كل متر ينقص عن 400 متر من مساحة مسكنهم من باع بيته يعود أيضا إلى واجهة المعالجة النيابية بعدما شرع البرلمان في دورة سابقة مقترحا ألزم الحكومة ببناء مساكن خاصة لهؤلاء الذين تصرفوا بعقاراتهم وأعادوا قرض بنك الاعتمان كاملا والمعالجة النيابية هذه المرة نحت باتجاه السماح لهؤلاء التقدم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب توفير مسكن مناسب لهم وجاءت المعالجة في مقترحين متقاربين تبنى أحدهما النائب أسامة لمناور والآخر النائب سعدون حمد وضمن تقنين عدد الطلبات الإسكانية الأخذ بالتزايد عاما عن آخر تبنى النائب فارس الاعتيبي مقترح عدم السماح لمن يمتلك عقارا أو مشتركا في ملكية عقار يوفر لأسرته الرعاية السكنية المناسبة من التقدم للحصول على هذا الحق النواب فايز الجمهور ومبارك العرو والدكتور عبد العزيز الصقعوي والدكتور صالح المطيري ومحمد الراجحي رأوا أن الدورة المستندية تعيق السكنية عن تسريع وطيرة إنجاز مشاريعها الإسكانية فاقترحوا قانونا يعفي ولمدة خمس سنوات أعمالها من الخضوع لأحكام المناقصات العامة والرقابة المسبقة لديوان المحاسبة على أن توافي مجلس الأمة بتقرير سنوي عن الحالة المالية لمشاريعها في نهاية كل سنة مالية جهود نيابية متواصلة لوضع خطط وبرامج ومقترحات تزيد من وطيرة الإنجاز في حصول المواطنين على حقهم في الرعاية السكنية المناسبة وفي أقل فترة زمنية ممكنة شكرا